أتمنى أن يكون هناك فيلم غنائي أنا في ساعة من مصرح غنائي لكن في وقت معين ليس في الفترة دي خالص ونفسي يكون فيه الإنتاج اللي أنا بشوفه بره مثلا في لندن لما بخش الميوزيكل كلها فضيعة الناس كلها بتغني لايف كل الناس اللي بتمثل بيغنوا لايف وبيغنوا صوتهم حلو قوي المزيكة بتتعزف قدامنا نفسي أعمل حاجة زي كده نفسي نفسي أوصل للمرحلة أو نوصل لمرحلة إن نقدر نعمل مسرح غنائي بالشكل ده ونعمل الإبهار اللي الناس بتيجي تقعد تتفرج مش بس عشان تتحك بس يعني مثلا عشان تتفرج على رواية معينة لأ عايزيني بقى فيه برضو عنصر الإبهار اللي إحنا مفتقدين ويمكن بسبب الإنتاج والتكلفة المسرح التزام أنا صعب إن أكون أنا عامل زي العصفور كده يعني تلاقيني مثلا متواجد في أكتر من مكان في العالم في وقت صغير فلو أنا طبعا بحكم إن أنا مطرب بيبقى عندي حفلات وأفراح ومهرجانات وحاجات جوة مصر وبرا مصر يبقى صعب جدا إن أنا ألتزم في الدراما مثلا بقدر أوفق يعني بقدر أكلم مدير الإنتاج وأكلم المخرج وأكلم الإنتاج وأكلم يا جماعة أنا عندي من وقت كذا كذا عندي حفلات في موسم معين يبقى عندنا حفلات ما يفعش إن أنا أبقى متغيب عنه فبديهم الموعيد دي كلها ويبقى هم عاملين حسابهم يعني ثلاثة أيام يوم مثلا صفر يوم حفلة ويوم التارت برجع صور فأنا ما عنديش مانع إن أنا أعمل ده أو لو في الدراما إنما في المسرح فعش حد يحل محلي أبدا كل يوم على المسرح واشواشا الموقع الفني الأول في مصر رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل الإشراف العام أحمد لهوادي www.washwasha.org شكرا شكرا شكرا